اشتركوا في القناة الحلقة دي هتبين شوية حاجات مختلطة بين الاثنين وهنوضح مع بعض شوية حاجات قبل ما ابدأ يريد حضرتك تشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعل علامة الجرس علشان الفيديو ده يوصل لأكبر عرض ممكن من الناس وتدعمها بلايك طيب يريد الناس تشير الفيديو ده عشان الفيديو يوصل للناس كلها ويبقى ترينج والناس تعرف الحقيقة كويس خلصت التحقيقات والنيابة تحفزت على الكومبساري والولد اللي نط مع زميله وتصاب قال في التحقيقات نفس كلام الكومبساري تقريبا ركز معي الكومبساري قال انهم متعودين يركبوا بتون تسكرة والولد قال كنا لسه ما بيعناش حاجة من الصبح فما كانش معانا في لويس الكومبساري قال له قلتلكم مش هسمحلكم توعدوا في القطر بدون تذاكر الولد قال نفس الكلام قال مش هتقعدوا في القطر الكومبساري قال طلعوا البطاية قالوا مش معانا بطاية قال لهم خلاص لا تسكرة ولا بطاية هسلمكم للشرطة الولد قال عن موضوع التسكرة وتسليمهم للشرطة بس ما قالش عن موضوع البطاية طيب الكومبساري قال فتحت الباب علشان القطر بعد ما اتحرق كان بيهدي فشفته بيهدي ليه ففجأت بيهم غفلوني ونطوا من القطر وهو ماشي الولد قال خفنا منه يسلمنا للشرطة فنطينا بسرعة من الباب بس زميلي رجلي خانته ونزل تحت العجلات لغاية كده تمام وما فيش اختلاف يشكر بس فيه حاجة يمكن محدش ركز فيها الولد اللي توفى الله يرحمه طبعا لما الكومبساري قال يتدفع يتسلم للشرطة راح مزقع وباسلوب الباعين اللي انتوا عارفينه قال ايه هو القطر ده مفهوش رجالة ولا ايه الكلمة ديه معناها انه كان بيحاول يستفز الناس اللي موجودة في القطر ضد الكومبساري مش معناها ان الناس اتفعلهم تمن التسكرة لان الناس عارفة اسلوب الباع الجائلين والبلطقة وده قطر حجز مكيف وكل ناس على قدر المنروكي قطر في اي بي فساب الكومبساري يتعامل معهم لانهم مش هيدخلوا نفسهم في قصة ملهمش فيها وعارفين نهايتها كويس لان القصة دي بتتكرر في كل القطارات الف مرة في اليوم ومش كل باقي حيطلع يبلطج على الكومبساري الناس هتفعلوا تمن التسكرة وخصوصا ان التسكرة غالية في القطر ده في القطر ده في اي بي التسكرة غالية في القطر ده كمان لكن مش علشان هم الناس سلبية ولا ما عندهمش رحمة ولا انسانية ولا كل الكلام ولا الهيئة اللي بتقال ده تمام انا حطرت نفسي مكان الناس اللي راجبة دي وقلت لو انا في الموقف ده كنت هتفرج من بعيد واسيب الكومبسار يتصرف خصوصا ان رد الفعل فاجئني والولاد نطو ومحدش كان يتوقع كده وكمان اللي مش طبيعي ان ده مش قطار الشاش ولا درجة ثانية عادة ولا مميز ولا ركاب حتى يطلع ويستخفوا على الناس ويحطوا البضاء على رجول الناس ويرموا البضاء على رجليهم ويلوموها وكده لا ده قطر مميز او قطر مكيف درجة اولى في اي بي فوجودهم مش طبيعي وانحياز ركاب لهم مستحيل لكن اظن لو حد تاني كان محتاج بجد ولو ظروف معينة اظن كنت هتلاقوا بدل الواحد الف واحد يتبرع بتمن التسكرة ومش بعيد يوصله لغاية بيته كمان لو يقدر وممكن يديلي فلوس في ايده وهو ماشي كمان دولة المصريين وشهامة المصريين ومش جريد عليهم التصرفات اللي زي دي لكن هنا الوضع مختلف واللي بيرقب قطر فاهم انا بقول ايه مش اخبع لكم انا قلب واجعني جدا على الولد ده وكنت عاوزة فارتك الكمسري لو سبت اتهامه لانه زي ما سمعت مبارح اضبارهم على النزول بس كنت حاسس ان في حاجة نقصة في حلقة مفقودة وفي شيء مش عقلاني يعني الغرض حتى قال يعني بالفرض حتى لو قلنا انه نط والقطر ماشي هينط ازاي يعني فكنت منتظر نهاية التحقيقات علشان الحلقة دي فعلا طلع احساس سليم الكمسري ما قالش لحد نط هو هددهم بتسليمهم للشرطة وده حقه تماما وهم نطوا فجأة وده ملوش دعوة باللي حصل قضاء ربنا علشان كده قلتلكم الصبر وفي النهاية الدولة اتحركت واتخذت اجراء ومحدش تقاعص والهري اللي ملوش اي لازمة وكامل الوزير قط احمر وشكرا لكامل الوزير على كل حاجة عملها صح طيب المنشور ده كان نزل على الفيسبوك كان فيه بعض التعليقات على المنشور ده على الفيسبوك بعض التعليقات دي كانت هزلية وسخرية وبعض التعليقات كمان كانت بترفع من روح كامل الوزير معنويا ومن روح القيادة طيب هقول لحضراتكم بعض التعليقات او بعض الكومنتات الاستاذ احمد مبارك بيقول الشاب ده متعلمش متوظفش ليه معهوش ايه استفز الناس ليه بيبيع بالقطار ليه تعود يركب ليه ايش معنى المرة دي والقطر فتح بالصدفة ليه ونطوا ليه وخايفين من الشرطة ليه وسمحت لهم يركبوا بتقول تذكار ليه دول لو ارهابيين كانوا فجروا فيكم والشنط كان فيها قنابل ابو كريم بيقول العيب على القطر كان ماشي بسرعة السيد توفيق بيقول لا نبرر الخطأ غير مسموح بفتح الباب في غير المحطات الرسمية لا تكوني ملكية اكثر من المالك نعم انا بقيدك في النقطة دي والاستاذ عمد عبد الرحمن بيقول كفاياكم تبريرات وتلميع في منظومة فشلة ضحياها كل يوم بين قتيل ومصاب وحوادث مأساوية اتفق معاك واستاذ أحمد عبد وبيقول انا نسيت موضوع الباب ولا ايه انت نسيت موضوع الباب ولا ايه الباب مقفول والكمسر نجد من مفتاح ويفتح الباب الاستاذ عادي مبارك بيقول اه عبيوا لاوديلوا الفريق كامل الوزير خطة واحمد طيب الاستاذ بولبة الشلقة بيقول الشهود كلهم شاهدوا بغير كده السواق جاب المفتاح علشان ينزلوا والقطر ماشي بسرعته والناس عتبوه قالوا يروحوا في ستين دهية اللي كاتب البوست ده بيروج للكذب وحرام عليكم انتو مش في قلبكم رحمة اتروحوا من ربنا فين دان فقط بعينه وربنا يدوقكم اللي زقوه الاهل الاستاذ بلبل الشرق رجع بيرود تانو بيقول يكفي بيان النيابة وشهود العربة باكملها الاستاذ امير نصري بيقول دول عاوزين اي حاجة تحصل ويشعلوها هو ده اسلوبهم مش جديد بس دي حوادث فردية وكلامك منطقي ومفهوم للي بيحب البلد لكن الخوانة بيمسكوا في اي صغرة علشان يهيجوا الرأي العام شكرا جزيرا فيه كمان بعض البوستات متأيد الاستاذ كامل الوزير منهم التعليق ده معاك يا سيادة الوزير التعليق ده معاك يا سيادة الوزير انا ادعم هذا الرجل ضد الحملة الشرسة عليه كل من يدعم كامل الوزير يشرفناك تحيا مصر وكمان التعليق ده معاك يا سيادة الوزير وايضا معاك يا سيادة الوزير واعفة التحسسي تحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر واللي مش عايز بالنظام عنده بلد اخرى مش عايزين ارف وهري وبلتجة برأرف طبعا اثر التعليقات عجبتني جدا تعليق من حساب اسمه الامر لله بيقول مصرحية هزيلة وتحليل يستخف بعقولنا اتق الله مع كامل احترامي للوزير كامل في انجازاته عديدة ولا يسأل عن هذا الجريمة البشع لغاية هنا هقف شوي الاستاس كامل للوزير الفريق كامل للوزير فريق محترم وليه انجازات كبيرة ودي زي ما قلنا غلطة فردية ربما يكون المتسبب بنسبة 70% هو الكومسري و30% للبيع الجائلين لكن احنا لو هنحلل الموضوع ككل يبقى لغلطان كليا البائع طيب هو ده اطرق في اي بي المفروض ان يباقعين جائلين تخش الكطار الفي اي بي ما هو حاجة ما تقلش برضو برضو الأستاذ جمال السخب بيقول الباب المقفوء لو تفتح السياف اند جده فصل بيقول طب دخلوا المكيف ازاي وفتحوا الباب ليهم يدخلوا يبيعوا صح وهو ده برضو اللي انا بتكلم عليه ام حازم بتقول لو تعلمتم احترام القوانين وتطبيقها ما كان حصل ده فعلا لو احنا بتتعلم ده ما كان شو حصل كل ده شكرا ليكم على المتابعة اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم شكرا ليكم وإلى لقاء شكرا ليكم وإلى لقاء شكرا ليكم وإلى لقاء شكرا ليكم وإلى لقاء